نروح ليه أخبار النادي الأهلي والجهاز الطبي بالنادي الأهلي بيحاول في الوقت الحالي أنه جهز كل اللاعبين المصابين لمباراة سيمبا اللي جاية في الدورة الأفريقية بعض اللاعبين مش هيلحقوا المباراة خصوصاً أن قائمة المصابين فيها أكتر من اللاعب ما تعدش يعني أول واحد اللي الأهلي بيحاول ليخليه يرجع بسرعة من الإصابة إمام عشور إمام عشور كان أصيب فيه المباراة المضيئة أمام الإسماعيلي وكان عنده كدمة قوية في الساق وبكى اللاعب وتصورنا أن الإصابة كبيرة الحمد لله طلعت مش كبيرة وهو حالياً في حالة تحسن كبيرة والورم اللي كان في رجله بدأ يخف بشكل كبير جداً لكن الدكتور أحمد جبالله طبيب النادي الأهلي نصح المدير الفني للنادي الأهلي مارسل كولر لأنه ما يعتمدش على إمام عشور في مباراة سيمبا المباراة قوية فيها التحامات كبيرة بداية البطولة الأفريقية بطولة الدولة الأفريقية فقال له الأحسن أنه ما يبدأش هو هيبقى جاهز بس الأحسن أنه ما يبدأش والقرار عند مارسل كولر طيب اللاعب التاني هو كريم فؤاد كريم فؤاد بيعاني من إصابة بمزق في العضلة الضمة والدكتور قال أن الفترة فترة غيابه يعني هتوصل لأكتر من شهر وبالتالي صعب يلحق مباراة سيمبا عشان المزق كبير بيوصل لتلاتة ملي ده حاجة طبية يعني فالمزق كبير شوية فمش هيلحق المباراة تماما يعني اللاعب التالت ومعاه اللاعب الرابع كمان هما عمر السلية وكريم ندفد لاتنين حالتهم بقت كويسة وبيعملوا تدريبات تأهيلية وبشكل مبدئي هيبقوا جاهزين للمباريات لكن لكن مش هيبقى فيه مخطرة كبيرة بيهم في مباراة سيمبا القادمة يعني هيلحقوها تباين بس مش هيبقى فيه يعني كلا مش ياخد الرزق ويلعبه اللاعب الخامس هو صلاح محسن اللي عنده إصابة في العضلة الخلفية ويأصبح جاهز خلاص تماما للتواجد في مباراة سيمبا اقترب شفاءه وهيبقى موجود في المباراة سواء بشكل أساسي أو بشكل احتياطي ده اللي هيشوفه الجاز الفني للنادي الأهلي